تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في تلقي ورصد شكاوى المواطنين من مختلف المحافظات والاستجابة لها وذلك خلال شهر يناير الماضي التقرير أكد أن المنظومة تلقت ورصدت 113 ألف شكوى وطلب واستغاسة خلال شهر يناير الماضي وضحا أنه عقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى المسجلة على المنظومة خلال هذا الشهر تم توجيه ما يقرب من 91 ألف شكوى لجهات الاختصاص وحفظ 18 ألف شكوى وأضاف البيان أنه تم إصدار وإعادة تفعيل 4350 كرت تكافل وكرامة للأسر المستحقة وإنهاء إجراءات إصدار 268 بطاقة خدمات متكاملة ترجمة نانسي قنقر